اتدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية عبر تعزيز إسهامات القطاع الخاص في المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ونويا سموه بأن تعزيز مسارات الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركا رئيسا للاقتصاد من شأنه دعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما يحفز عمليات التنمية المستدامة في كافة مناح التطوير المنشودة في مملكة البحرين جاء ذلك لدى لقاء اسمه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السيد سمير عبداللناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث أشار سموه إلى ضرورة استمرار الدفع بعجلة التنمية في مواجهة مختلف التحديات تلبية لتطلعات المواطنين وخلق المزيد من الفرص لهم بما يعود بالخير والنماء على الجميع مؤكدا سموه على الدور الذي يطلع به القطاع الخاص في رفض الجهود التنموية في كافة المجالات من جانبه أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام على تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية بالمملكة ودعم سموه المستمر لغرفة تجارة وصناعة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر